أول هذه الشروط الإخلاص لأن الله تبارك وتعالى كما يقول في الحديث هو أغنى الشركاء عن الشرك لذلك أي إنسان يفعل عملا صالحا ويشرك مع الله أحدا فيه الله سبحانه وتعالى هو أغنى الشركاء لا يقبل هذا العمل وبالتالي أول من ستصعر بهم النار يوم القيامة أربعة حلهم غريب الأربعة أقدموا على عمل صالح ورغم هذا سيكونون أول من تصعر بهم النار فأول من تصعر به النار رجل يؤتى به فيقال ادخلوه إلى النار قل كيف يا رب وأنا الذي قاتلته فيك قال لقد كذبت لقد قاتلت لكي يقال إنك شجاع وقد قيل أخذت ثوابك ثوابك في الدنيا في الدنيا ويؤتى برجل آخر يقال اذهبوا به إلى النار يقال كيف يا رب وأنا طلبت العلم فيك قال كذبت لقد طلبت العلم لكي يقال إنك عالم وقد قيل يؤتى بالثالث يقال اذهبوا به إلى النار يقول كيف يا رب وأنا الذي تصدقت فيك الصدق المطلوبة والإنفاق المطلوبة الذي هو من أجل الأعمال وأبرها قال كذبت لقد تصدقت لكي يقال إنك كريم وقد قيل إذن هذه أعمال جليلة قتال طلب علم صدقة ومع هذا يكونون أول من تصعر به من النار لأنهم أشركوا مع الله أحدا آخر والله أغنى الشركاء عن الشرك لذلك عملك لا بد أن يكون خالصا له سبحانه وتعالى وكيف يخلص الإنسان العمل لوجه الله عز وجل يخلص به أن ينفق حيث أمره الله بالإنفاق وللغرض الذي أمر به للإنفاق فيطعم الجار خفية لا يجب أن تعلم كل الدنيا أنك تطعم الجار وتساند هذا الجار عندما تتبرع لله أو العمل صالح لا يجب أن تعلم أمة لا إله إلا الله كلها أنك كذا مع أنه في بعض الأعمال يفضل فيها إبراز والإعلان عن الصدقة لكن هذا عندما ترغب في تشجيع الآخرين وليس في أنك تكون صاحب منا وصاحب فضل على الآخرين وأن يقول الناس عنك رجل الخير ورجل البر هذا وتتأذى من أن يقال عنك هذا لأن هذا ينقص من حسناتك لذلك أولياء الله الصالحين الذين يكثرون من العبادة ويولون الله تعالى بالطاعة فيوليهم الله تبارك وتعالى بالحسنات و بالكرمات و بالعطاءات الواحد منهم يستقفي و يستنكر من الناس إذا ما امتدحه أحد حتى أنه في طبقة من أولئك الصالحين كانت تسمى الملامتية كانوا يفعلون بعض الأعمال التي تجلب عليهم لوم الناس لكي يصرفوا الأنظار و الأزهان عن أنهم من المخلصين المتجردين في العبادة لذلك الإخلاص هو أهم و أجل صفات العمل الصالح هو لب القضية كما نقول